السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم متابعين قناة جودة وينز طبعا أصدقائي أنا بفكر في حل يعني يكون مناسب لكم وفي نفس الوقت إلي فأنا حابب يعني أعمل مجموعة على التليجرام وحابب الكل ينضم إلها المجموعة هذه اللي بدية منكم فيها كل واحد بكتب مقال مميز بدية ينشر فيها طبعا أنا حابب يعني أنه أنتوا تستفيدوا من بعض أول شغلة من قصة الزرات بس تكون الزرات شرعية بالفعل ويكون في عدل بينكم تمام وأنا يعني مع الوقت إن شاء الله طبعا قبل كل شيء رح أطلع مجموعتين من عندي المجموعتين أقل مجموعة فيها حوالي 90 ألف عضو وحخليكم تستفيدوا من هاي المجموعات تمام تستفيدوا زرات كويسة وشرعية بس تاتا تاتا وكمان عبل ما أنتوا تتطوروا تستاهلوا للنقطة هذه عشان أقدر خليكم أنا كمان تستفيدوا مش تجيكم تقييد إعلانات وخلاص ماشي بالنسبة للفيديو هاد اللي أنا شرحته تمام سواء هذا الفيديو آسف سواء هذا الفيديو أو هذا الفيديو أنا هحطط فيه روابط خاصة بالتليجرام رابط خاص بالتليجرام بقناة أو بجروب آسف فبإمكانكم أنتوا تنضموا إلو حاولوا تنشروا بس خليكم مع خفيف برضو زين؟ يعني في حدود 3-4 منشرات في اليوم طيب تمام خليني أنا بس أفتح وأكد تاني لو أنتوا لاحظتوا يا جماعة هاي الفيديو خليني أجي وأضغط هان زي ما أنتوا شايفين أنا في تعليق مسبت هيني ضفت الرابط تبع التليجرام تبع المجموعة هادي لو أجيت ضغطت عليه بالشكل هاد مباشرة بحولنا على القناة تمام؟ خليه حولني بس من اليوتيوب وزي ما أنتوا شايفين تمام؟ أنا دخلني على المجموعة أوتوماتيك هادي المجموعة اللي فيها 67 ألف طبعا خلينا أنا أقول نسبة التفاعل فيها يا سيد العزيز لو أنا إجيت هان يا بسم الله زي ما تشايفين طبعا يا جماعة 540-61 وأبصر أكام فيها هو تفاعل ضخم زين؟ يعني بوصل أحيانا بالآلاف مئات الآلاف وزي ما أنتوا شايفين يعني فيه متى 299 شخص هالوقت الناس نائمة الوقت ما للناس نائمة يعني أنسب وقت اللي تنشر فيه في القناة هالوقت الفترة هادي تمام؟ انت ممكن تستفيد في هيك حالة لكن أنا بحكي عن القنوات اللي بحكي عنها التليجرام الضبل اللي أنا حنشرها إن شاء الله في الوقت المناسب طبعا هاي القنوات أنا حنشرها من خلال الجروب هات لو أنتوا لاحظتوا يا جماعة هادي قناة اسمها قناة برضو جود توينز فيها 2800 شخص والتفاعل اللي فيها يعني نوعا ما كويس تمام؟ لو إجت أنا ضغطت هان زي ما أنت شايف فيه محادثة هان اضغط لعليها بحولك على المجموعة هادي المجموعة هادي الأسرار اللي بتخص التليجرام أنا رح أنشرها هان الأسرار اللي بتخص الترويج بالأصح في التليجرام وفي نفس الوقت أنا كمان بدي تستفيدوا فحاولوا أنشره هان بس ملحوظة اللي بنشر الشغلات بتتعلق في الجنس أنا مباشرة هحزر أما غيرهك فأنا ما إلى أي علاقة فيكوا أنتوا تتفقوا مع بعض تستفيدوا من بعض أنا ما عندي أي مشكلة بس الأهم من هذا كله حاول لما حت بده يدخل موقعك يضلوا في حدود الدكتين ثلاث دقائق وحاولوا ما تطلبوش من بعض تنقر على إعلانات وشغلات زي هادي خلي الأمر يعني يجي بشكل طبيعي عفوي طيب تمام هل وقت أنا يا سيسو بدي أجي مثلا أنا عندي يا سيسو قناة تليجرام زي هيك تمام أو مجموعة زي هادي وحابب أن أنشرها في الموقع التبعي كزر زي زر الواتس أب طب أنا كيف بدأ حل الإشكالية هادي يا سيسو محلولة يا بنعم كل قصتك اضغط لي هان وانسخ لي الرابط هاد بالشكل هاد وأنا حدي كود تمام خلينا نطلع من هان نونا لو أنتوا لاحظتوا يا جماعة هذا كود خاص بالتليجرام خاص بمين يا سيسو خاص بالتليجرام كل قصتك تعالوا اضغط لي هان على جدباء على التعديل تمام انسق لي الكود هان بس تأكد عشان تنسخ الاسم آه والله يا عم هو طيب ممتاز خلص خلينا نمسحه والله يعطيه ألف عافية لو أنت طلعت أنا حقطت لك هان سفار تماما صاحبي كل قصتك انسق لي الكود هاد زين وامسح لي علامة الاهوتميل صرت ايش اسمها جوكر سفر او طيب ممتاز يا سيسو ايش اللي بدنا نسوي بعد هيك هتلي هذا كله هيك بالشكل هاد وانزلي نونا لتحت انزلي لنهاية الكود واعمل نسخ طيب يا سيسو بعد ما خلصنا الشغلة هادي يا الله طب شو بدنا نسوي وين بدنا ننشره بالزبط ولا حاجة يا بنعم الشغلة سهلة افتح لي المدونة تبعتك بالشكل هاد وادخلي يا سيد العزيز على التنسيق على مين على التنسيق بالشكل هاد تمام حول لي سطح مكتب زي ما أنا بعمل بالزبط بالشكل هاد تمام انزلي نونا لتحت في عندك تحت في اخر اشي اللي هي ضغر تمام اضغط لي هنا واعمل لي اضافة اداة جافا سيكريبت طبعا انت قدامك هلين فيك تنشره انت في تعديل الاتشتي ام قال سواني بس هي اضافة جافا سيكريبت تمام وهي الكود طبعا انت ممنوع تكتب هان عنوان اي حاجة تكتبش هان انت مش بحاجة لانه هاده هتظهر اداة بعيدة عن الموقع ككل خليني اجي اعمل عرض للمدونة بسم الله طبعا زي ما انتو شايفين يا جماعة وين اجا لو انتو لاحظتو يا جماعة الكود ما ظهرش معي بس ظهر معي الكود الخاص بالواتس اوب طب وين المشكلة يا سيسو يعني ايش هالشغلة هادي طب الكود مش شغال يا سيسو ولا يهمك يا معلمي تعال هان تاني انا عشان في عندي كود واتس اوب في الجهة هادي تمام لو هان يعني كان ما بنفعش اجي واضيف ايش بنفعش اجي واضيف زر تاني فعشان احل الاشكالية هادي وين بده الجأ انا لو انت لحظت يا معلمي في عندك هان كلمة رايت مزبوط انسخ لكلمة لفت هادي تمام اضيفها هان تمام هاي عمو طريط الله يخلف عليك تعال هالوقت يا معلمي وانسخ لي الكود من تاني نسخته من تاني بالشكل هاد هانا عملت له النسخ الله يعطيه الف عافية خلينا ادخل على القناة على شاسمه لجوجل كروم وادخل على التنسيق من تاني وبده ااجي هان واغول له تعديل لو سمحت يا انكل استبدل الكود هذا كله هيت وهي تحديد الكل بالجديد وهي تلسق تمام انا هيك عملت لسق الله يعطيه الف الف عافية خلينا ادخل على المدونة خلينا ادخل على المدونة واجي اعمل تحديس تمام هاي تحديس بالشكل هدا وخلينا نسمي دائما بسم الله طبعا لو انت لاحظت يا معلمي في عندك الكود تبع التليجرام ظهر وفي عندك الكود كمان تبع الواتس اوب ظهر معناته انا عندي اصبح كودين او زرين يا اما انه انت فيك تختار بينهم اللي بعجبك خدوا اللي بعجبك اشتغل عليه اهم شغلة لو انا ضغطت على الزر هاد وين راح يوديني راح يوديني مباشرة على اللي جروب اللي جروب هذا يا جماعة انا بدي ايا يكون طب لكم لكم انتو عشان تاكلوا من نعيش تمام اللي بدي ايا انشر مقالاتك الكويسة وان لقيت مقال عجبني راح احاولوا من اللي جروب للقناة القناة فيها 3000 شخص تقريبا فاتخيل اكم زائر راح يدخل المقال تبعك فاتمنى يا جماعة تستفيدوا من بعض بامانة بامانة خلوا ود بينكو خلوا المحبة بينكو عشان انتو كمان تعيشوا اتمنى يا جماعة انه هيك تكون سرعة وصلت وانا بعد سرعة انطولت والله يعطيكم الف الف عافية كل التحيات لكم